أن يعاني العراق من أزمة كهرباء في العام 2021 فكرة لا تمت بصلة للمنطق إلا إذا رأيت حال حكامه الجدد يعرف حينها السبب ويبطل العجب إذن ليست الأزمة أزمة كهرباء بل مشكلة فساد حكومي متجذر عاد بالعراق عشرات السنين إلى الوراء كذلك الحال في كل صيف تبرز أزمة الطاقة الكهربائية كمعضلة عصية على الحل لسيما أن درجات الحرارة تقترب من الستين مئوية ما يجعل الحياة أمرا بالغ صعوبة مع انعدام أنظمة التبريد والتكيف وبالتزامن مع اشتداد درجات الحرارة عادت مخاوف الطبقة السياسية من اندلاع احتجاجات كبيرة في البلاد إذ يشتكي العراقيون من قلة ساعات الإمداد بالطاقة الكهربائية في معظم مناطق البلاد ويعاد المشهد كل عام حتى مل الشعب من الوعود الحكومية التي تكشف الأيام زيفها وزارة الكهرباء تتحدث عن تجاوزات حكومية على شبكة الطاقة الكهربائية في العراق إذ تمتنع المؤسسات ومقارات الأحزاب والميليشيات عن دفع ما عليها من أجور للوزارة هذا فضلا عن العشوائيات وغيرها كل تلك العوامل تساهم في تقليص ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين وبعيداً عن الأسباب الظاهرة لا تخرج أزمة الكهرباء عن دائرة الصراع بين القوى السياسية وهذا سبب استمرار المشكلة على الرغم من مليارات الدولارات التي صعفت عليها طوال الأعوام الثمانية عشر الماضية إيران اللاعب الأبرز في المشهد السياسي يرى مراقبون أنها تستخدم ملف الكهرباء كورقة ضغط لسيما أن محطات تويد الطاقة تعتمد على الغاز المستورد من إيران لذا تحرص الأحزاب الموالية لإيران على إفشال أي محاولة عراقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء من هذا كله باتت القناعة الراسخة لدى العراقيين بأن المعضلة سياسية أكثر منها فنية فحتى لو استبدل وزير بآخر لن تحل أزمة الكهرباء بوجود منظومة الحكم الحالية